موسيقى ما جرى في ثورة الياسمين في تونس كانت هي البداية والشرارة وتتالت الأحداث والثورات من منطقة إلى أخرى إذا دل هذا الأمر على شيء إنما يدل على أن هناك إرادات قوية وصلبة تنحاز لخيار الشعب أولا وأخيرا ما جرى في تونس وما جرى في مصر والآن راهنا ما يجري في ليبيا وأكثر من منطقة عربية يقول أنه لابد من إجراء عملية تغيير هناك من ينادي بالإصلاح السياسي وهناك من ينادي بتغيير النظام السياسي برئمته هذا جاء تعبير عن عملية القمع والإرهاب والتحرر من الاستعباد والتبعية لهذه الأنظمة وكما أشرت هذا الموضوع باختصار له دلالات عميكة وبعيدة وترمي إلى دلالات متكدمة جدا بالوعي حيث نحن كفلسطينيين لن نعزل عن هذا الكون وعن ما يجري في المنطقة العربية تداعيات وارتدادات هذه الثورات على مستوى المنطقة العربية تحصيل حاصل نحن كفلسطينيين نتأثر عليها كيف نوسك بهذه الأمور ما يجري على الساحة العربية هو إرادة الشعوب فلكل شعب إرادة ولا يمكن لأي ظلم أن يدوم في أي بقعة من بقاع الأرض ونحن نؤيد ونؤكد على هذه الإرادة ونشجع جميع الشعوب العربية بإسقاط أنظمتهم الفاسدة والمتردية نتابع أكيد ما يجعل الساحة العربية والعالم العربي عن كتاب لأنه نحن كشعوب عربية كنا دائما ننطلع ونطمح نحو التغيير ونحن تعزيز مفاهيم الدموقراطية وإبداع وطاقات الشباب من أجل تغيير مجتمعي واضح وكان ما يحدث في الوطن العربي مفاجئ وسريع على نحو لم يكن متوقع أو مرسوم له لكن تفاجأ به الجميع بإرادة وطاقة الشعوب العربية تحديدا فئة الشباب التي طالما أخذنا بمفاهيمنا أو مفهوم الأجيال الأكبر بأنهم جيل الفيسبوك والتويتر وجيل التكنولوجيا الذي يخلو من أي مفاهيم علمية أو ثقافية بحتة فكان ما يحدث مفاجئا وصادما تحديدا مع فئة الشباب فنحن ساعدين بالتغيير ونحن ساعدين بالمفاهيم التي تتبلور لدى الشباب الذين هم طاقة التغيير في المجتمع العربي والمجتمعات ككل نطمح بأن يكون هذا التغيير ممنهج ومرسوم ومبني على فكر وليس مجرد ثورة غير مدروسة ومحسوبة النتائج طبعا هناك كانت تمنيات بأن يكون هناك تغيير في هذا الواقع خاصة الواقع العربي الذي بات من سنوات طويلة وهو في سباة عميق لم يكن هناك فيه أي بادرة لأي حراك وطني أو أي تغيير وطني أو أي مفاهيم وطنية أصبحت هذه الظاهرة وأصبحت هذه النظريات شبه معدومي في العالم العربي فعندما بادرت في تونس الشباب المناضلين في تونس الكل هلل وكبر لهذه البادرة لأنها كانت فعلا هذه ما ننتظره كانت هذه هي الستينات لغة الستينات والسبعينات فالكل هلل وكبر وعندما أيضا أنتقلت هذه الأمور إلى جماهيرنا في مصر في مصر العروبة أيضا الذي كان هناك لها أثر كبير على هذا الواقع وخاصة على الشرق الأوسط عندما عقدت اتفاقيات الهدنة واتفاقيات السلام اتفاقيات الإذعان مع العدو الصهيوني وقامت هذه الشباب بتغيير هذا النظام نحن نقول غيرت لأن التغيير لم يكن التغيير الجذري الذي ننتظره لكن أعطت دفعة للشباب أعطت دفعة للمعنويات الناس أستنهضت المعنويات عند الشعوب الأخرى التي كانت قاطعة للأمل بأن يكون هناك تغيير فأعطت دفعة الأحداث اللي حصلت في تونس وفي مصر ما كانش حدا متوقع يعني كانت الأنظمة مسيطرة إلى حد فترة بسيطة إنه بهالسرعة خلال أيام يكون نظام الحكم مكلوب والرئيس متنحي لم نكن نتوقعها يعني فهذه إرادة الشعوب طبعا لما إرادة الشعوب بتكون بدها تحصل ما في حد يقدر يوقف أمامها لا نظام ولا حتى الدول العظمى اللي بتدعي أنفسها إنها مهيمنة على العالم كله ترجمة نانسي قنقر